هيتمر على فكرة بدول قطع كلامك بيذكر بيكلم في اللقاء طبعاً جداً على فكرة بالنسبة للعيبة اللي عندها سبات المستوى على فكرة في الفترة دي ويمكن قابلينا كمان وبعدينا في الأجيال في لعبة كان بتقعد بالسنين مستوى ثابت دلوقتي أنا مش لاقي ده على فكرة أنا مش متابع قوي للدور المصري وأنا ما باستمتعش بأي أداء وما فيش حد بيمتعني بشكل متجداً في الدور المصري اللي ممكن يبقى لعيب أو تين أو تلاتة بس في أوقات معاناة لكن ما فيش ثبات مستوى يعني لما في دلوقتي تقول لي تقول لي مين أحسن أحسن لعب في مصري مين آمين بقى آمين آمين هتروح رايح على طول اللي هو بقاله ثلاث سنين أربع سنين مستوى ثابت اللي هو زيزو لكن إمام عشور لا أي حتى ممكن توصل بس هو مش هيبقى لعيب مصري هيبقى لعيب تونسي لو علي معلول علي معلول كان عنده طوال السنوات اللي فاتت دي كلها معناه دلالي مستوى ثابت وعلي معلول لما تسأل في أسماء معينة بتذكرها بتبقى ندرج لكن دلوقتي هتلي في الدور المصري كله لعيب عامل مثلاً تلاتين مباراة أو اثنين وثلاثين مباراة أو خمسة أو ثلاثين مباراة بس سنة مباراة أو اثنين لكن بقيت المباراة كلها مقصر الدنيا صح مين لعيب مفيش لا قول لي لعيب مفتكرش لعيبة عاملة راند كويسة غير زيزو غير علم علول لأمثال الحركة قلتها ده ممكن محمد شناء وكمال في حراسة نارمان النادي الاهلي بيقعد فترة بعد فترة برابو عليك اتفق معاك في بعض اللعيبة قولية لما تبقى يجي النقطة ايه الفرق ايه الفرق عشان النادي الاهلي فيه حاجة مهمة جداً عشان الزمالك لما بنتكلم على القوالاتي نفسها الخامي اللعيب السوبر نفسه اللي بيعمل فرق الاهلي مش هو ده اللي موجود في الاهلي حالياً دلوقتي لعيبة كويسة لكن مي السوبر اما ليه؟ اللي اهل Li اللي ما كنت تتكلم على النادي الاهلي أنه موجود في اللعيبة الده بقى موجود في الزمالك يعني ووجود عبدالله السعيد ووجود deux شكابالا موجود السيف الدين الجزائد موجود عمر جابر موجود لعيبة عندها خبرات ولعيبة بتعمل فرق مع ناد الزمالك لكن في النادي الاهلي هتلاقي قيمام وهتلاقي احسان الشاحت ووتلاقي برسده ووتلاقي اللعيبة اللي موجودو مراونه وكل المجموعة دي كلها هتلاقيهم لعيبة كويسة لكن مفيش اللعيبة الصبح مفيش أبو تريكا مفيش عماد متعب مفيش المجموع بركات الحضر اللي هي اللعيبة والجمعة عدلك أسماء كتيرة وسيد كل الأسماء الكبيرة دي هو ده النادي الأهل